الفيديو النهاردة هقدم جدول مراجعة لأولى طب عين شمس قبل امتحانات الفاينال سنة 2020 طبعا قبل ما اجي اعمل الجدول ده سألت زمايلكم كل برانش كام صفحة وايه البرانشات اللي محتاجة مذاكرة اكتر هم قالوا لي ان الاناتومي والاميونالوجي المجهود فيهم كبير جدا مقارنة ببقية المواد الاناتومي 120 صفحة والامبريولوجي 54 يعني المجموع 174 صفحة طبعا الوقت دايق جدا والاسبوع ده الناس كلها عندها امتحانات عملي وبالتالي المذكرة ستبدأ يوم 3 يناير فانا فكرت في الجدول ان الاناتومي هنديله يومين 3 و 4 يناير وبعد كده في يومين ونص قبل امتحان الاناتومي يعني الاناتومي هياخد 4 تيام ونص طبعا انت في الفترة دي لو قدرت تذاكر اناتومي يبقى حاجة كويسة طبعا في اناتومي عملي في الفترة دي في هذا الاسبوع فممكن يبقى فيها اجزاء من النظر تساعدك طيب الفكرة مبنية على ايه ال 174 صفحة اناتومي هنعمل نصها يوم 3 و 4 يناير 87 صفحة كتبتلك 87 page بحيث هتتقسم الى يومين كل يوم تقريبا اربعة واربعين صفحة علشان ما تتصدمش بالرقم هنقسمه صباحا اتنين وعشرين مساء اتنين وعشرين هتكون في الوقت ده قاعد في البيت وعندك وقت فاضي واربعة يناير نفس الفكرة اتنين وعشرين الصبح واثنين وعشرين مساء كده عملنا نص الاناتومي بالنسبة للاميونولوجي طبعا تقيل 158 صفحة فكرت بنفس فكرة الاناتومي اعمل نصه يوم خمسة وستة يناير 79 او 80 صفحة يتقسمه اربعين يوم خمسة واربعين صفحة يوم ستة الاربعين برضو تتقسم الصبح عشرين بالليل عشرين برضو ستة يناير الصبح عشرين وبالليل عشرين معنى الكلام ان انت قدرت تجزق ايميونولوجي واناتومي نصه في الفترة دي شطرتك بقى ان انت يكون عندك ملخصات لهذا الجزء تكون مذكره كويس جدا لسبب لان انت في الفترة اللي قبل الامتحان عندك يومين ونص للجزء الباقي فلازم الجزء ده نص الاناتومي او نص الاميونولوجي يكون متذاكر كويس طيب يوم تسعة يناير هو بداية الامتحانات الريسيرش عشان كده فكرت يبقى قبل يوم واحد تمانية يناير ريسيرش فقط اعتقد يوم واحد كفاية ليلة الامتحان يوم سبعة يناير فيسيولوجي وتسعة يناير لما ترجع من امتحان الريسيرش وعشرة يناير فيسيولوجي يعني الفيسيولوجي هيكون عندنا يوم سبعة يناير كله صباحا ومساءا ويوم تسعة وعشرة يناير فكرتي الفيسيولوجي يوم سبعة يناير ان انت تاخد الصبح انترو داكشن وبالليل تاخد النارف ويوم تسعة يناير بالليل لما ترجع من الريسيرش هتاخد الساينابس ومعاها اوتونوميك لان الشيء الكويس انت امتحانته يوم تمانية وعشرين ديسمبر السبت اللي فات فهتكون عندك فكرة طبعا الناس ما ذكرتش الساينابس والريسابتور كويس فممكن يوم تسعة يناير معظمه هيبقى ساينابس وريسابتور اوتونوميك سهل ممكن تلمه يوم عشر يناير هتذاكر ميتابوليزم في مشكلة في الميتابوليزم محاضراته ستبدأ هذا الاسبوع الناس مش مركزة قوي تركزها في امتحانات العمل ما تقلقش في فيديوهات نظري كاملة للميتابوليزم موجودة عندي على القناة وعمل لها سامري فترة الفيسيولوجي انا هقولك هتذاكر ازاي هكتب بوست بطريقة المذاكرة وده رأيي كجدول مقترح بالنسبة لك كل حاجة وليها سامري زي ما قدمتلكم الملخصات قبل امتحان 28 ديسمبر في سامري وفي اسي ازاي نجاوب على كل البرانشات باسئلة مقترحة كمان انا هقدم لكم الموديل انسر لامتحان الفيسيولوجي السنة اللي فاتت كدور اول نيو سيستم الاسئلة كاملة كنظري والموديل انسر بتاعتها طيب يوم 11 دايما تلاحظ السهم معناه بداية الامتحانات 11 يناير امتحانت فيسيولوجي وانا راجع انا عندي يوم 13 هستو يبقى انا ما قداميش مساء هنا هستولوجي وطبعا 12 كله هستولوجي ما عنديش حل تاني هستولوجي 117 صفحة تقريبا 120 وانا عندي 3 فترات مساء صباحا ومساء هنا كل فترة 40 صفحة يوم 13 يناير هتمتحن هستولوجي 16 عندك اناتومي هترجع بالليل يوم 13 يناير و14 و15 تستكمل نص الاناتومي اللي قلناه في بداية الجدوة 87 ورقة بس هنا هيكون عندك نص يوم اكتر يعني هنا كان الجدوة اليومين اناتومي هنا الجدوة اليومين ونص 87 هنقسمهم على يومين ونص تقريبا 17 ورقة في كل فترة طبعا مش شرط ان انت تذاكر بالبيج ممكن تذاكر بالموضوع ممكن طلبة تقول لا انا هذاكر الحاجات اللي انا مش عارفها الاول والحاجات اللي انا عارفها هذاكرها في يوم كل طالب ولغوا مطلق الحرية في اختياراته طيب 16 يناير هنكون امتحن اناتومي وال18 بايو هنرجع من الاناتومي 16 مساء بايو 17 صباحا ومساء بايو فانا عندي 3 فترات البيو هنا 78 ورقة 26 ورقة في كل فترة طبعا يبقى شيء جميل لو انت الورق ده مذكره كويس في موضوعات انا كطالب مذكره كويس جدا ما تاخدش مني وقت وفي موضوعات انا عارف ان انا مذكرتهاش كويس هبزل فيها مجهود اكبر فكل طالب على حسب ذكر ازاي يوم 18 يناير امتحن البيو ويوم 20 عندنا جيناتكس فبرضو هرجع من البيو هنا هزاكر جيناتكس 19 جيناتكس عندي 3 فترات والجيناتكس عندي 101 صفحة هنقسمهم 33 يعني 33 صفحة برضو برجع واقول لو انت مذاكر جيناتكس كويس مش هتحتاج لكل المجهود الكبير لكن لو انت عندك مشكلة في كام طبيك طبعا هتبزل فيهم مجهود نيجي يوم 20 امتحنا جيناتكس رجعنا ما قدمناش غير ايميونالجي فانا هرجع هزاكر ايميونالجي هنا مساء 20 يناير 21 كله صباحا ومساء و22 صباحا ومساء هستكمل نص الاميونالجي اللي بدأته في بداية الجدول بس انا عندي نص يوم زيادة وطبعا الباقي 79 او 80 صفحة على خمس فترات طبعا صباحا مساء صباحا مساء وحدة مساء 16 صفحة طبعا اللي انا قدمته هو جدول مقترح وليس جدول اجباري لأي حد مجرد اقتراح بقدمه لان الفترة اللي جاية بتبقى فترة ديقة وطبعا حقك علينا كطالب في سنة اولى نقدم لك افكار مقترحة لتسهيل المراجعة بالنسبالك وان شاء الله موفقين ومن الاوائل ترجمة نانسي قنقر